هذا الفيديو يبين هذا الفيديو يبين من الإفابوريتور والكندنسر كيف يجعل المواسير الكندنسر والإفابوريتور من المادة الإزازة أو شفافة لكي نعرف ماذا يحدث هذا الفيديو عموما على إيدك الشمال تأتي الإفابوريتور ولو ننزلنا تحت سنرى المحبس هناك محبس يدوية لأنني أريد صيانة للسيكل فأقوم بعمل المحبس فأقوم بعمل المحبس فأقوم بعمل المحبس وقبله يكون عمل تفريغ للسيكل كما انتفقنا ندخله في شيء اسمها ونبدأ نفك هذا الجهاز ونصلح الذي نصلحه حسنا نرى بالضبط شكرا اللي يحدث اللي يحدث اللي هو الليكويد والبيب نحن عارفين ان بعد الكندنسر مفروض ان انا جايلي الليكويد من الكندنسر اللي احنا شايفينه دوت الصورة دي كده هنا اللي انت على إيدك الشمال اللي اشاور عليه بالماوس اللي هو على الشمال ده اسمه ايه اسمه Thermo Static Expansion Valve لو انا خدت بالي علي فيه فوقه زي كابللري كابللري ماشي انا ماشي بالماوس وراح على مخرج الإفابوريتور فيها السنسنج بالب يعني ارجعت تاني دواره اهو ايه بقى اللي موجود تحت المادة العزلة دي السنسنج بالب طب ليه هو حط مادة عزلة لان انا مفروض عايز اعرف درجة حرارة الفريونة وهو خارج من الإفابوريتور طب ما هو السنسور دوت متعرض للجو ممكن ياخد حرارة من الجو فهيديني اشارة غلط فانا بعزينه بقدر الامكان عشان بس يبقى هو فعلا بيديني اشارة بتاعت الحرارة اللي خارجها من الإفابوريتور وبعد كده او قادي الكابيلر راح على الثيرمو ساكسبانشان بالر واضح ده بالنوع اللي هو بسموه انترنال اكولايزر ما هو اكسترنال اكولايزر كان فيه طريقة تانية ان لو انا عندي تلاجة الصيز بتاعها صغير فما عنديش بقى موضوع المحبس ده عندي كابيلر تيوب فبيبقى عبارة عن كويل زي ما انا شايفين على السايكل الجهاز اللي انا كنا نتكلم عليه قبل كده اللي هو بسموه اللي هو بروشور كتاوت والهاي بروشور كتاوت طبعا هنا دي سايكل تعليمية فهو مركب عليها عددات إيسا اللي هي الضغط طبعا راحنا معمل التبريد والتكييف في الكلية جمع المحركات فيه سايكل شبه الكصة دي فعلا وكان مفروض ان احنا كنت نناول ان احنا نشتعل فيها بس الظروف مش مناسبة المادة فيش فيها عملي لكن انا كنت بقى خلي طلبة تروح المعمل وتفرج على الحاجات وتشغل بس كده تجربة واحدة وخلاص لكن الظروف مش مناسبة طيب نشوف ايه اللي بيحصل فيه الفابوريتور لما اللود بيجي على الليلة والحرارة يعني ويبدأ يتحول من الى فيبر المفروض انه بعد المحبس ده جيله فيه بسيط من الفابور يعني الـ بتبقى قليلة يعني معناها ان انا عندي مثلا X.2 X.3 X.4 مثلا يعني بيبقى كمية الليكوود هو الاكبر وكمية الفابور هو الاقل هو هنا بيستخدم الضوء باللون معين عشان بس يبين الحركة زي ما احنا شايفين ادي المدخل بتاع الـ من تحت والكويل احنا طالعين لفوق يعني الـ هو ماشي من تحت هو معظمه الليكوود زي ما انا شايف والفيبر قليل جدا لكن وانا ماشي الحرارة عملت تحول الليكوود الى فيبر الليكوود الى فيبر فيبدأ الفابور قيمته تزيد زي ما احنا شايفين الـ او الـ طيب اللي احنا هنلاحظوا ان الـ ايه هي الـ الجزء اللي عامل الـ من الليكوود مع المصورة بيقل وانا طالع ده اللي احنا قلنا عليه نوع الفريون اللي هو درجة اكسبانشن لما يكون ماشي في الـ عشان كده كان في نوع تاني سميناها لو انتفاكرين كان اسمه بيبقى مليان اكتر الـ الـ هي الـ طول ما الحرارة عمالة تتنقل للفريون بيتحول من الليكوود الى فيبر لانه بتشيل لود فعلا هو الليكوود مش الفابور الفابور خلاص بقى عند ساتورية الفابور وبطلع في الاخر عند اخر حتة من الـ او اخر مصورة لو قد نمالنا منها هلا انها معظمها بقت فيبر اخر مصورة خالص كلها فيبر واضح الـ التحول من الليكوود الى فيبر جوه الـ واخر المخرج بيبقى كله حالته فيبر هنلاحظ كمان ان السطح ما هوش حاجة ثابتة ان في عندي زي 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 امواج او تغيرات كده والتالي السطح دائما مش هو رقم ثابت او قيمة ثابتة في المخرج خالص زي ما اتفقنا ونرايح للـ كله ساتوريتد او سوبرهيت كمان فيبر ادي سايد جلاس مفروض ان انا ما شوفش فيها حاجة يعني ايه يعني الليكوود لو لقيت فيه بابلز معانا فيه سامسنج او لقيت فيه كمان فيه كده علامة بتبين اذا كان فيه مواشر او لا كل الكلام ده بيدين ان فيه مشكلة في السايكل نجي ليه الكندنسر مفروض الكندنسر ده مخرج بتاعه احالته ايه؟ ليكوود طيب هو اصلا المدخل ايه؟ ادي فيه مروحة هولا وانا خدنا بالنا بتبرد الكندنسر ما انا اير كول ده كوندنسر المدخل بتاع الكندنسر هو سوبرهيت مفيش مش شايف حاجة واعدين مع الطول بتاعه الكويل يعني او المواسير بتاعته هلاقي انه السطح بدأ يبرد وبالتالي الفرين اللي جوه بيبرد يتحول بعد شوية من من فيز السوبرهيت او من ساتوريت فيبر يعني الى ساتوريت لكوود من فيبر الى لكوود وانا ماشا هو عم يتحول من فيبر الى لكوود الليفل بتاع الليكوود عمال يزيد قيمة الليكوود الموجودة بتزيد لوصلنا الاخر مصورة تحت خالص لان كلها بقت الليكوود طيب 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 هنشوف النهاردة هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على نون كومفنشنال رفريجيريشن ماشين يعني اجهزة بتعمل نفس الفكر اللي هو التبريد يعني او التجميد ولكن ما هيش شغلة بحاجة اسمها الفيبر الكمبيشن سايكل يعني مفيش فيها فريون بلاش عرف بفريونات طيب السايكل اشهر في العالم يعني مفيش في بيت تقريبا يخلو من تلاجة او تكييف وبالتالي السايكل اللي هي الفيبر الكمبيشن سايكل هي اشهر سايكل شغالة في الدنيا عاملة زي رانكين سايكل والحيانة تحس انها مقلوب رانكين سايكل لكن فيه حاجات تانية شغالة برضا بنفس القصة حاجة اسمها الجاز سايكل رفريجيريشن لو تخيلت كده عني طيارة طيارة ديت فيها بنا ادمين سواء على الارض او فوق في الجو هل بالعقل كده ان انا ممكن اركب بقى كومبراسور وكندنسر وإفابوريتور ومحبس السايكل اللي هي اللي هنشوفناها دي ويركبها كوزن زيادة للطيارة عشان اعمل تكييف او تدفئة او تبريد ما ممكن اشغالها كهيت بامب او تلاجة في الطيارة لا ما ينفعش كلام تلك لانه ده وزن زيادة ملوش معنا طب ما انا عندي انا عارف من الاول ان انا عندي سايكل تعالي الثلم دي انا من سايكل لو انا عكست السايكل دي حولتها من انجن الى هيت بامب او رفريجيليتور او انا اتفقنا مع بعض انه من الثلم ديناميكس لو انا عندي مصدر للحرارة عندي تي هاي وركبته او او ديت الحرارة الى ثلم ديناميكس سايكل عشان احصل منها على شغل ففيه جزء برميه للسينج نفس السايكل دي اللي كنا نسميها هيت انجن لو عكسنا السايكل يعني بدل ما تلف مع قرب الساعة خلينا نلف عكس عقرب الساعة نبال عكس ينتج عليها انه هي تستقبل شغل في مقابل تنقلي حرارة من درجة حرارة رائلة وتوصلها الى هيت عند درجة حرارة عالية وتبقى انت تختار هل انا عايز اخلي هي دي الغرفة اللي انا بتكلم عليها وعملها دات فئة في الحال يسميها هيت بامب ولا بتتكلم على دات جزء الغرفة اللي انت عايز تعمل لها عملية تبريد او تجميل والتي بنسميها رفريجريتور وهي في الاخرى هي نفس السايكل يعني لو انت تفاكر عن رنكن سايكل والحكاية لو انت عكست السايكل بدل ما عندك تربين ركبت محبس هيبقى انت كده بتتكلم على الفيبر كومبريشن سايكل نفس الكلام لو انا كان عندي ستيرلين سايكل ممكن تطلع شغل لو عكستها بقى التلاجة او هيت بامب نفس الكلام لو كان عندي كارنود سايكل لو عكستها ممكن تبقى تلاجة او هيت بامب بنفس الفكرة برايتون سايكل برايتون سايكل دي السايكل اللي شغاله مع الطيارة الطيارة عبارة عن ايقادي لو انت اخذ بالك ادي جناح الطيارة بياخد شكل ايروفويل بالمنظر ده تحتيه بيبقى فيه عندي هنا هون ود بيبقى اول فيه حاجة زي الديفيوزر عشان تقلل سرعة الهواء اللي جاي قدام الطيارة وتستفاد منه وترفع الضغط وعين بيجي وراه مرحلة من الكمبريسور مراحل متعددة من الكمبريسور اللي هو مرحلة التانية لغاية لما اصل لغرفة حريق بعد غرفة الحريق بعد غرفة الحريق تبقى تربينة على قد الشغل بتاعها على قد شغل الكمبريسور والباقي يروح على نوزل ادي الشكل ايه؟ المحرك بتاع الطيارة السايكل دي لو انا كنت تبسط عليه هي هيت انجين تشغلها بين خطين ضغط اللي هو البي هاي والبي لو هذا تي اس دياجرام وكنا بنشتغل اهو برفع الضغط في الكمبريسور من واحد الاثنين وبعدين اضيف حرارة لغاية اقصى لغاية حرارة ممكن تحملها المعدن في التربينة وكنا بنشتغل وبعدين نعمل اقصى لغاية نقطة 4 في الوقت تربينة لو انا عايز الشغل بالزبط على قد التربينة يبقى انزل على قد الكمبريسور والباقي ده اقصى يبقى الشغل ده تاع التربينة كم نحن نعمل في الترمو ديناميكس طب بما ان الجهاز ده اصلا موجود جوه الطيارة والهوى اللي حواني الطيارة ده بنتكلم مثلا في النيجة في 40 ولا حاجة بس الضغط كمان اللي حواني الطيارة ضغطه قلير الكابينة بقى اللي عايش فيها البناء ادمين او الباسنجر او الركاب انا عايز اعمل فيها ايه عايز اخلي الجو بالنسبة لهم ضغطه معقول حوالي واحد بار يعني مثلا من ضغطه ممكن يوصل لعشرين كيلو باسكال او ضغطه ممكن يبقى اربعين كيلو باسكال عايز اوصله مئة كيلو باسكال يعني انا كده محتاج الهوى ده اضغطه الحاجة تانية من ضغط الحرارة المحيطة بالطيارة بالنججة في 40 ممكن او نججة في 30 او نججة في 20 لا انا عايز اخليها ممكن تبقى 25 فانت كده محتاج فيما يبدو انه هيد بام او عمية تكييف من الاخر يعني طيب ازاي ممكن نعمل حاجة زي كده طيب لو عكسنا السايكل بايد يعني ايه عكسنا السايكل ده يعني انا عندي كومبريسور وعندي تربينة الشغل بتاع التربينة مش قد الكمبريسور لا ده اقل منها فانا ها عوض انا من بره بوركة اكتر كل حكاية ان انا عكست السايكل يعني ايه عكس السايكل بقيت السايكل ده اسمها برايتون سايكل او بس بستخدمها كتلاجة لو بساطة كلمده على شكلها عمل ازاي تفصيليا اهو انا عندي بالنقطة خمسة لستة هو ده الجزء البارد اللي بعمله عنده فيه اهو ادي المكان اللي حبرت فيه ده الهيت اكتشانجر اهو لو رجعنا ثاني وغرا اهو ادي الهيت اكتشانجر اللي انا بتكلم عليه اهو عن درجة حرق قليلة وعندي هيت اكتشانجر عن درجة حرق عالية زي ما اتفقنا السايكل عبارة عن ايه هو خطين اتنين ضغط فحنا ممكن نخلي بقى الضغط الاعلى ده هو اللي ميت كيلو باسكال والضغط الاولييل هو الضغط اللي حواني الطيارة اللي هو الهوى مثلا بعشرين كيلو باسكال باربعين كيلو باسكال طيب وبعدين اهو هنرفع الضغط طب انا عندي اصلا في السايكل بتاعت المحرك في عندي كمبريسور ممكن استفد بالمخرج من الكمبريسور او احد المراحل اللي احنا قلنا الكمبريسور جوه محرك الطيارة عبارة عن مراحل فمش لازم اخد لغاية اخر ستيج لا انا ممكن اخد من اي نقطة مثلا ولتكن لما الضغط يوصل فيها لاثنين بار لثلاثة بار لخمسة بار زمان عين بس نلاحظ حاجة ان التمبريتشر مع الضغط زادت يعني باجرس العلاقة بين تي اس دياجرام زي ما زودت الضغط كمان التمبريتشر زادت فبقى الهوى مش بقى دافي لا ده كمان بقى هوت طب انا ممكن اعمل ايه اما ان انا اكون نجعله هو ده هنا المكان اللي فيه اللود يعني درجة الحرارة قليلة بحيث انها تشلي اللود الحتة دي اللي هي من اثنين لثلاثة ادي واحد كمبريشن من واحد اثنين وعمل اثنين لثلاثة ادي اللود اللي هو الكيو لو عطاه بالمنظر ده فتقوم تسخن الغاز ده إلى درجة حرارة ثلاثة وبعدين اعمل اكسبانشن هتستفاد ايه من اكسبانشن للجو ان انا يبقى عندي التربينة تشتغل ممكن تشغلي مروحة احنا محتاجين زي ما اتفقنا علشان نمشي التكييف في الدكت محتاجين مروحة طب هنجيب الكهرباء بتاعتها منين او الشغل بتاعتها منين طب ما استفاد ان انا عندي الضغط جوه واحد بار والجو حوالي الطيارة اقل انك تعمل اكسبانشن وتحصل من القصة دي على شغل ايضوبك يشغلك المروحة اللي انت عايز احنا مندور نقال الكمبونانس اللي احنا نعطها في الطيارة عشان ما يبقاش فيه وزن اضافي وكمان يبقاش فيه في ريون ليه وزن كمان فمستخدم الهواء الجوي وهو اصلا هوا فرش دي الفكرة طيب فجنا مصنع عليها بشكل تاني او ع الارض يعني لو انت هتحط الكلام ده على الارض ادي الهيت اكتشنجر هو الكولنج من المنظر ده وادي الجزء اللي بيسخن من او بيرمحارته للجو زي الكندنسر زي فكرة الكندنسر مغادر نزع عن موجود او لا مش دي المشكلة ادي سايكل شكلها عامل ازاي اهي في الحالة دي ادي لو بصنا على التمبريتشر ادي تي كولد ستور لو انت عايز تحتفظ مثلا بمكان درجة حرارته اللي يكون خمسة وعشرين فلازم يكون الغازدة اصلا انت عملت اكسبانشن بحيث تخلي التمبريتشر بتاعته اقل ما يمكن فانت شغلب في درجة حرارة من خمسة لستة في التمبريتشر اقلب كتير من تي كولد ستور يعني لو انت عايز تخلي درجة حرارة جوه المكان مثلا عشرين او خمسة وعشرين لازم يكون درجة حرارة خمسة ستة دي مثلا بتتكلم في خمسة ستاشر بنفس المنظر اللي احنا شوفناه في التكيف طيب الهوى اصلا الجوي اهو فاول خطوة بنعملها ايه؟ نضغط في الكمبريتشر بحيث توصل درجة حرارة إلى درجة حرارة عالية جدا وبعدين نعمل عمية هيت ريجيكشن ممكن استفاد بشيء اسمها ريجيكشن لانه تبادل حرارة او هيت اكتشنجر ما بين الجوز البارد والهوت فاقدر ابرد اكتر لنقطة اربعة وبعدين اعمل اكسبانشن اذا ما نرى نقطة اربعة هاي؟ الجو هيساعدني انه يفقد شوية حرارة من اثنين اثلاثة وكمان بالريجيكشن من ثلاثة الاربعة حفقدت كمان حرارة لغاية نقطة اربعة من اربعة انا عند ضغط جوي لو عملت اكسبانشن او من ضغط اعلى يعني هاعمل اكسبانشن زي ما ضغط اقل كمان التمبراتشر هتقل فانو حصلت على نقطة خمسة الى التمبراتشر بتاعتها اقلب كتير كده هي دي النقطة اللي هدخل بها على اللود او هيت اكتشنجر اللي شايف اللود اهو كل سطور اهو فحرارة المكان ولتكن مثلا ساي عشرين او وانت مثلا نفطال عايزتها من تبريد لدرجة حرارة عشرة او او حاجة لازم يكون لدرجة حرارة خمسة او ستة تكون اقل بكتير يعني ممكن تصل لخمس درجات او او اربع درجات او ثلاث درجات هي دي اللي هتسخن في المقابل يوصل لدرجة حرارة اللي انت عايزة طيب وبعدين ارجع ااخد بقى نقطة ستة دي اوصلها من الجو الى نقطة واحد الشاهد في الموضوع ان انا ممكن استفاد بسايكل اسمها برايتون سايكل ان لو عكستها استخدمها في الطيارة طيب شكلها عامل ازاي في الطيارة وبالمناسبة احسب ازاي السي او بتاعها قدي ايه حملة حراري على قدي ايه ورك نت اللي هو الفرق بين شغل الكمبريسور يعني المراضي اكبر من ورك التربيد ادي الشكل الحقيقي اللي في الطيارة بعمل ازاي دعنا نبشي مع الارقام اول حاجة ادي الهواء اللي جاي قدام محرك الطيارة المصورة انا شايفها دي هي دي محرك الطيارة الاول بتعدي على حاجة اسمها دفيوزر يعني بترفع الضغط السنة بانك تقلل السرعة الهواء اللي داخل عشان بتعرف تتحكم فيه داخل على ريشة الكمبريسور فنقطة اتنين ده الضغط فيها بيبقى من نتكلم مثلا 50 كيلو باسكال في الرينجر 40 كيلو باسكال حاجة من المنظر يعني ضغطها اقل من نقطة الجو بكثير بيعدي على كده على الكمبريسور اهو عادي وبعدين الكمبريسور ده برفع الضغط مثلا 32 بار 16 بار بريشر ريشو عالية بيهايل بيلو يعني برفع من بيلو البيهايل ممكن اوصل 16 بار ممكن اوصل 30 بار حسب المحرك الطيارة فالضغط هنا عالي اللي هي نقطة رقم كام 3 ومعروف ان بعد كده بعدي على غرفة الحرية اللي هو الكمبريسور اللي بضيف فيها الوقود وبالتالي بيحصل عندي حريق في الكمبريسور واخد الغاز ده دراج الحرطه عالية بتوصل الى 1500 كيلفن وضغطه عالي وعديه على التربينة بحيث التربينة تشغل الكمبريسور والباقي يعدي هنا على في الاخر النظر فالكده كده عندي الجهاز ده موجود طب لو انا اخدت جزء بسيط وليكن مثلا واحد في المية او اقل حتى من الهوى المضغوط اللي عنده ثلاثة بس ده ده هوى مضغوط يعني دراج الحرطه كمان مالها عالية فانا هعمل فيه ايه؟ هستفاد بالجو المحيط في انه يبردهولي يبانا كده عملت الاول الهوى المضغوط هبرده من ثلاثة الاربع استيل ضغطه عالي بينفعش ادخل على الكابينة ضغطه اكبر من ضغط اللي هوى 100 كيلو بس كايل ان كده اضغط الناس وفي نفس الوقت الدراج الحرارة انا كده اضبطته طيب ما كمان ضبطها اكتر ويعمل لها اكسبانشن من اربعة لخمسة يبقى اعمل اكسبانشن من اربعة لخمسة في تربينة الهدف من التربينة دي مش انها تطلع شغل كبير ولا حاجة لا يعني هي دي تطلع الشغل اللي يكفي انها تعمل الهوى اللي انت عايز تعمل التكيف بيه الكابينة بتطيارة المخرج بقى عند خمسة ده هيبقى بالضبط كده زبطت الضغط بيبقى حوالي 100 كيلو باسكال ووصلته التمبريتشار بتتكلم عليها مثلا اللي انت كنت بتحوزها في التكييف اللي هي 17 درجة مئوية او 15 درجة مئوية تروح للكابينة الكابينة فيها ايه؟ فيها حملة حراري الكيو سنسبول والكيوليتانت كيو سنسبول والكيوليتانت يقومي يسخنوا الهوى ده من 15 او من 17 اللي هي 22 او 25 اللي هو الدرجة الكمفورت يبقى هنا انا ما استفدت ما اضفتش اجهزة وفريون وحاجات كده لا انا استفدت بنفس الاجهزة اللي موجودة عندي في محرج الطيارة النوع ده من التكييفات كان فيه عيب انه لما كانت الطيارة تبقى على الارض طبعا انت ما كنتش بتعمل حاجة بالتكييف ده لانه معنى كده ان انت هتدخل هوا سخت للطيار الكابينة لكن النظام الحديث دلوقتي بيبقى وهي الطيارة موجودة على الارض فيه زي تكييف او هوا بارد موجودة على الارض اصلا ووظفته انه سابلاي هوا بارد للطيارة فلو انت اخذت بالك من توقف كده في المطار هتلاقي انه قبل ما تتتحرك بيبقى فيه كده عربية وظيفتها انها توصل يعني زي كويل او تبريد كده يعبارها عن خرطوم وماشي فيه هوا بارد والهوا ده بيبقى في الطيارة لغاية لما يبقى الدنيا من الضباط يعني تصريح بانها تقلع بيفصل هو القصة دي وبيعتمد بعد ان الجوا اصلا جوا الكابينة مزبوط وبعد يبدأ يتحرك ويطلع بالطيارة بعد كده يبقى معظم شغله شغال بالهوا اللي جابه من او من الكمبريسور الاول بعد كده عده على هيت اكتشينجر بعد كده على تربينة زي ما قلنا انها بتعمل شغل المراوح اللي جوا الطيارة يعني بيبقى فيه زي 2 system واحد مؤقت واحنا في الجو اللي هو سري الواحدة في الارض والتاني اللي هو شغال معظم الوقت اللي هو وانت الطيارة في الجو واضح السيكل دي هاي شباب اللي اسمها gas refrigeration cycle شغالها ازاي؟ او تطبيقة بتاعها ايه؟ اي سؤال في الكلام دوت؟ معايا ولا نمتو؟ انا مش منزين؟ اي سؤال في الكلام دوت؟ حسنا هناك نوع تاني كمان من الان كونبنشنال ريجان سايكل او ماشين نسميه حاجة اسمها steam jet refrigeration cycle ايه الحكاية؟ لو احنا فاكرين فيه عندنا حاجة اسمها ايجيكتور ايجيكتور عبارة عن ايه؟ لو انا عندي نوزل بالمنظر ده وبعدها فيه ديفيوزر لو انا جيت بصت على ثروت واخدت منه طرع هلاقي ان الضغط هنا لو قلنا بي واحد اكبر بكتير من بي لعن نقطة اثنين طيب لو انا جبت هنا كونتينر والكونتينر ده وليكن فيه مية ولا فيه حاجة ايه اللي هيحصل؟ الكونتينر ده متعرض للجو يعني بيه هنا هوت النقطة ده هي بيه اتموسفير وشايفة قدامها ايه النقطة ده هي الضغط تحت اقلب كتير ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الفلاود يتحرك من هنا ويطلع للنقطة ده نتيجة فرق الضغط لكن هلاقي فيه هواء جhorse theo مشيبه سرعة شديدة انه بيعدي عطي على ثروت او عن عنق وبالتالي السرعة بدت زيد لأن الإنرجي تما اتفقنا هي هي الإنرجي عند نقطة واحد هي نفسها الإنرجي عند نقطة اثنين الإنرجي عند نقطة واحد عبارة عن pressure وسرعة قليلة لكن الإنرجي عند نقطة اثنين لو الانثالبي يعني لو اثنين عالي قليل و الكيناتك انرجي عالي في الآخر التوتال انرجي واحد الإنرجي عبارة عن انثالبي و كيناتك انرجي طبعاً فيه وتنشل، لكن أنا أتكلم أن ما بين نقطة واحد واثنين، هذه قيمة الإنرجي في الآخر بين واحد واثنين هل أني عند نقطة اثنين الانثال بي أل، لأن الضغط أل، وكانتك إنرجي زادت وعند نقطة واحد هي أصلاً كان بانثال بي كبير لكن كانتك إنرجي قليلة لكن أنا أستفدت بالقصة دي أنه عند نقطة اثنين بيحصل عندي فرق ضغط ما بين بقى الفلاويد اللي بره، لو يكن ده فلاويد اي والفلاويد اللي ماشي أصلاً فيه النوزل دي فعند العنق، الضغط بقى قيمته إيه؟ مليلة طيب، فينتج عن القصة دي إنه لو أنا عندي مثلاً مية أو لحاجة تتحول إلى القطرات، ودلنا نشوف الراجل اللي بيعمل دهان ددوكو هي الفكرة في كده عبارة عن بيبع عنده كومبريسور، بيروح في ضغط هوا بالمنظر ده هنا بيعديه في نوزل صغر جداً، بيسموه إيجيكتور يعني وبعدين البوية أو الدهان يطلع عند الثروت ويلاقي قدام الهواف، يتقطع في صورة القطرات أو المنظر ده هنا الشاهد في الموضوع أن أنا قدرت أخلي الفلاويد اللي تحت دوت يتحرك أو أن ضغطه يقل عن طريق أن أنا وصلته بنقطة ضغطها قليل، طيب، لو عملنا هذا الكلام مع مية، لو عملنا هذا الكلام مع مية، هذه الجهاز اللي بنسميه الإيجيكتور، لكن هذا الإيجيكتور عشان يتحرك، هو عبارة عن إيه؟ في الأول في عندي نوزل وبالتالي في عندي نقطة اللي هي مخرج النوزل اللي هو الثروت أو العنق، وبعد كده في عندي زي الديفيوزر، هذا الديفيوزر يتحرك تاني يحوّل لي الكادك الإنرجي إلى أنثالبي، يعني يحوّل لي السرعة دي إلى ضغط طيب، ولكن عشان الفلاو يمشي، أنا أحتاج ستيم أو ويست ستيم، فأنا أستفاد من أي ويست ستيم موجود عندي، لو أنا أتكلم عن مصنع مثلا، في عندي بويلر، في عندي ويست ستيم، طب، أنا ممكن أستفاد من ستيم ده أن أعديه في نوزل، تقوم يعدي بسرعة، وبالتالي يولد لي في المنطقة دي ضغطه إليه، يعني بمخرج النوزل ده ضغطه إليه، حيكون المكان ده مفتوح على تشيمبر، اللي أنت شايفها الدائرة دي، التشيمبر دي فيها إيه؟ فيها مين، طيب، يبقى المكان ده أصبح ضغطه إيه دلوقتي؟ هل هو الأتموسفيريك؟ ولا الضغط هنا قل؟ أنا ممكن أوصل بالديزاين، إن أنا أخلي النقطة ده يتضغطها، وليكن مثلا كيامة نص بار، أو ممكن أخليها عشرة كيلو بسكال، أو ممكن أخليها خمسة كيلو بسكال، لو أنت فاكر على تي إس دياجرام، كل ما أنا بنزل بالضغط، التمبريتشر اللي عندها بيحصل تحول للمية من ليكود إلى فيبر، بيحصل فيها إيه؟ بتقل، يعني عند واحد بار أنا عارف أنه التمبريتشر بتاعت المية، اللي عندها فيز تشينج، بتقيم مية، لكن لو نزلت لعشرة كيلو بسكال، أنا ممكن أبقى درجة الحرار بتاعتيه أربعين درجة مقوية، طب لو نزلت لخمسة كيلو بسكال، أنا ممكن أوصل للتمبريتشر ولتكون خمستاشر، أنا لو خليت الغرفة دي معزولة، أزلتها كويس، وخفضت الضغط عليها بلعبة الإيجيكتور دي، أو بتاع لعبة النوزل، أنا ممكن أحصل هنا هو على مية، درجة حرارتها كام، بتعمل فيز تشينج، الغرفة دي عايزة تعبي السطح المية، الغرفة دي فاضية، وانت عملت فاكيام، 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 هذا النوزل الذي عملتها هنا دي، عمالة تعملي في المخرج، هنا، عند النقطة دي، بتعملي ضغطه قليل، فكأن فيه فاكيام، أو حاجة بتشفط الهواء الموجود في المكان ده، ونخليه على كده ستيم، أو مخار مية، مع الوقت يعني، طيب، فبقى عندي فيز تشينج، عندي هنا ليكويد، وعندي هنا فيبر، لنفس المادة اللي هي الـ H2O، المية، طيب دول عشان يتواجدوا مع بعض، سيبقوا عند رجل حركة ينبي بأن الضغط قليل متواجدين عند 15، طيب ما كويس، أنا حصلت على مية عند 15، خد المية بقى دي، هي دي بقى المية تحت الشيلر، فاكيام المية اللي احنا قلنا عليها، نعمل بها تبريد، خدها على الكويل، أو اللي يسموها الفان كويل، اللي هو موجودة في كل مكتب، المية تسخن، مثلا ستبقى عشرين ولا حاجة، رجحها تاني للغرفة ديت، بالمنظر ده، نتيجة الفاكيام اللي انت عندك، هتتضخر هي المية دي، جزء بنا هيروح مع الإيجيكتور، وجزء تاني يرجع تاني إيه؟ للحوض التحت ده، عند درجة حرارة 15، يبقى إحنا استفادنا من اللعبة الإيجيكتور دي، ان احنا خلينا مكان درجة حرارة تماما لها قليلة، فكما لو كان ده هو قيمة مين؟ الإيجيكتور، طيب، وكأن النزل دي هو مكان المحبس، أهو، ده فاكرين نفس السيكل اللي في هاته كان اسمها عنده الثروتلينج، اللي كان بيخفض للضغط، نفس الفكرة هنا النزل هي دي اللي هتخفض للضغط، طيب، وبقى عندي ده بالنسبة لي الإيجيكتور، اللي هو أنا مشاور عليه دوت، يعتبر كأن ده الإيجيكتور، طيب السيكل دي عش أنت تكتمل، نعمل إيجيه؟ ما هو مع الوقت أن ده عملت سحب منها مين، ليه؟ لأن فيه بخارة هو، لو أنا كتبت لي كده ما هو، في عندي بخار انت تسحبه كل شوية من المكان ده، طيب ما هي السيكل دي مع الوقت الليفل بتاعها ده إيه؟ هينزل، الليفل ده هيقل، فلازم عوض السيكل دي، طيب ما تكمل بقيت السيكل، احنا قلنا بعد النزل بيبقى فيه عندي حاجة اسمها الديفيوزر، أهو، ده بيعمل إي يجعل الضغط الثاني يزيد، فهنوصل لأنهو ضغط لضغط الكندنسر، فهنركب مين هنا هو البيلو، مين البيكندنسر، ما يناظر الكمبراسور، اللي هو مين؟ اللي هو الديفيوزر، اللي بيحول من كينيتك انرجي إلى انثلبي، انثلبي بالنسبة لي هي عبارة عن اتش، وعبارة عن اتش دي عبارة عن حتين اتنين، لو انتفاكر، انترنال انرجي زائد طاقة الانسياب بي في في، نرجع لثابة الديناميكس، الانثلبي، وعبارة عن اتش دي عبارة عن انترنال انرجي، لم أغيرت في التمبراتشور في شيء، فعلى هذا الرقم سيرى تغير فيه بمعد إلى زر، ودلتا يو سوى زير، لكني غيرته اه؟ آه، ما الذي غيرته هو البرشور، فإن كل ما أزود كينيتك انرجي سيأتي إلى حساب البرشور، عندما زودت كينيتك انرجي هنا بالنزل كان على حساب الانضغط يقيل، والعكس، في الديفيوزر سيأخذ الكلام الانيرجي وستفاد من انه يزود لي الضغط طب انت عايز تعمل الكلام ده ليه؟ عشان لما ارفع الضغط الغاز اللي هنا هيبقى دراجة حرارته عالية لما الضغط بيزيد دراجة حرارة تزيد فاقدر انقل حرارة للجو ده ما انتفقنا قبل كده الفكهة مش بين هدف الضغط هو الهدف انك ترفع التمبيرتشر بما هو اعلى من دراجة حط الجو عشان تعمل عمية كندنسيشن عشان تعبت انقل حرارة لو كيو هاي للجو فادي الميا اللي احنا بنبرد بيها الكندنسيشن فالبخار ده ودر وقت داري حرارته وانتكه مثلا سي خمسين خمسة واربعين حاجة كده والجو مثلا داري حرارته ما يجال عنده خمسة واربعين ولا حاجة وبالتالي يقدر يحصل عندي كندنسيشن الميا الكثفة دي اخدها بس خبالك نضغطها اعلى شوية لو اودي بي كندنسيشن ووديها على محبس ترجحها تاني للإفابوريتور زي ما اخدنا ميا هنا هو من الستيم اللي جايلي من الويست من اي بويلر عندي في المصنع ولا حاجة فمحتاج في الحالة ديت ان انا اعوض اهو ارجع الكلام تاني للبويلر بنفس كمية الميا اللي انا اخدتها والستيم اللي اخدته من البويلر بيرجع تاني لحاجة اسمها الفيت بومب اللي هي البومب اللي بتغذي البويلر بالميا عشان دايما تعوض الستيم اللي بيطلع منها لازم يكون الجهاز ده كله من اول واخره under vacuum لان احنا اتفقنا انت بتقول لي هعمل كندنسر عند درجة حرارة خمسين ايوة هي الميا اصلا بتغلي عند ميا عن ضغط كم واحد بار فلما تجي تقول لي هعمل فيز تشينج عند خمسين يبقى اكيد الضغط هنا اخباره ايه اقل نفس الكلام بتبقى على افابوريتور درجة حرارته هنا خمستاشر طب ما ده كان ميا بيحصل فيز تشينج عند خمستاشر فالبوضي احنا الضغط كمان اقل واقل فالسيكل دي كلها من اول الاخرها vacuum عشان كده ابقى فيه عندي هنا حاجة اسمها airbump هي اللي بتقوم في الاول او starting انها تعملي vacuum للسيكل دي اصلا تخليها دايما under pressure عيب السيكل دي لو حصل فيها اي شروخ او حاجة انه هيحصل ان الهوا من بره هيدخل جوه لكن الميزة ان فيها symbol يعني cycle symbol مفيش فيها اجهزة كتيرة فيش حاجات moving parts كتيرة هي symbol لكن F-16 كتيرة طبعا مش كبيرة وكباس باعتها مش كبيرة هنشوف اكتر تفاصيل القصة دي اهو ايدي البولر اللي عندنا اللي هي نقطة رقم ثلاثة وايدي البامب بتوصلها المية عند ستة هاخد بخار وستيم يعني ويست عند سبعة ضغطه عالي ودرجة حارطه عالية وبالتالي اعدي الاول في نوزل اللي هي رقم ثمانية النوزل دي هتولد في المكان ده هو ضغط منخفض مخرج النوزل هيولد في المخرج هنا ضغط منخفض يوم يعمل ايه؟ يوم يعمل لي vacuum او يسحب البخار المية اللي موجود في ال evaporator اللي هو رقم واحد يبقى حيسحب البخار المية ده ويودهولي على المكان ده يبقى فيه عندي ستيم جايلي من النوزل وعندي بخار مية جايلي من evaporator هيدخلته مع بعض ويروحوا ماشيين في ال diffuser قلنا ال diffuser دي بدقوم بدور ايه؟ دور الكمبريسور ترفع الضغط تاني ايه نقطة كام ثلاثة ويروح بقى للكندنسر الكندنسر ده هيرمي حرارته للجو اللي هو q1 او q-condenser ويتحول تاني الى liquid اخد الليكود ده جزء عوض به ال boiler وجزء التاني يعمل له throttling يعجد الأخرى الى الضغط ال l اللي هو El secret التي هي من الخمسة الواحد هيدة ال لوڈ اللي احنا بنكيف به المكان او الغرفة اللي احنا بايزين نكيفه جهاز ده عمره لا يستخدم في التجميع هو اقصى ايصاinker الله كده يعمل التكييف واضح الفكرة يا صغendes الايجيكتور ولا professor واي يعلم شكله عاني الجهاز ده هذه في الحقيقة شكله عامل زيه لما تجيش تريه او تبص عليه في الصناعة بيبقى بالمنظر ده هذه المكان اللي جاي من الإفابريتور هذه المكان اللي جاي من الستيم بويلر و هذه المكان بتاع الديفيوزر بيوصل على الكندنسر بيقوم بدور لو خدنا مقطع فيه وتفرجنا عليه ميكسنج تشيمبر هذه السكشن القواني اللي فيه النوزل واللي بتدخل فيه الاول الستيم اللي هي الويست وبعدين عندي secondary flow اللي هو جايلي من الإفابريتور لما السرعة بتزيد الضغط يقل وبعدين اجي على الديفيوزر اعمل العكس هيبدأ السرعة تقل وانا خارج من الديفيوزر على حساب ان الضغط قيمته تزيد لو برسم الكلام ده بقى على الـ أنا عندي كم ضغط للوقتي أنا أول حاجة عندي الضغط التاع البويلر اللي هو من ستة لسبعة الحقيقة ان انا بسلم نقطة ستة دي منطقة سبكولد ميا مضغوطة عند سبكولد البويلر بتعمل فيها ايه؟ بتحولها الى ساتوريتد ليكود وكمان تغليها وتحولها الى بخار فانا باخدها من عند نقطة سبعة ساتوريتد فيبر طيب هعدي في النوزل دي عند ايه؟ من سبعة هعديها في نوزل اللي هي من سبعة التمانية فحنزل من الضغط بتاع البويلر الى اقل ضغط عندي اللي هو ضغط الـ فارسل الى السبعه المعير sentences من سبعة لدي نعدي التوزلات بسبب واجه به عندما فارسل من سبعة الى الضغط ما existem وهذا هذا يعني أنه لديه Liquid و Fiber. طيب، هذه النقطة الثمانية بما أنه ضغطها قليل، ستجعل نقطة واحد تروح عندها. هذه النقطة واحد أصلاً، حالتها البخار الماء الموجود في الإفابوريتر. هذه النقطة التي هي لفوق. لديه Chimber ضغطها قليل. هذا Chimber لديها Liquid Fiber. أكيد الفيبر سيبقى فوق والليكود تحت. فنأخذ الفيبر بس، اللي هي نقطة واحد اللي هي حالتها. سيقابل نقطة الثمانية في منطقة Mixing Chamber، اللي هي غرفة الخلط. ينتج عنهم إيه؟ الحالة بتاعة نقطة اثنين. يبقى واحد وتمانية يعمل لهم Mixing. طيب، هذا يبقى دور مين؟ دور الكمبراسور. أضغط من اثنين في الـ Diffuser. سيجعل السرعة تقل في مقابل الضغط يزيد. لغاية عندما وصل لنقطة الثلاثة ده، اللي هو يسمي نقطة الـ Condenser. ولكن اخذ بالك إدى حالته إيه؟ سيجعل السرعة تقل في مقابل الضغط أعلى من الأتموسفير شوية. يعني لو كانت الأتموسفير شوية عند هنا، عند خمسة، خمسة درجة مقاوية، أو خمسة واربعين درجة مقاوية، يجب أن يكون هذا الكندنسر مثلاً 50 أو 55 سيقدر يرمي حرارته للجو سيتحول من فاز لفاز من الفاز بتاع Saturated Vapor لغاية لما يبقى Saturated Liquid نقطة 4 ما أفعله في هذا اللكود؟ سأفعله Throttling سأصل به للضغط الإفابوريطر وهناك هنا Liquid وهذا هو الذي سيشيل اللود ويبدأ يتبخر ويتحول نقطة 1 من 5 إلى 1 حولت المادة الـ Liquid إلى Vapor وشارت اللود وكامل موجودة عند درجة حرارة إيه؟ إذا كنت تحتفظ به عند درجة حرارة ويتكون 22 درجة مئوية يجب أن يكون هذا T إفابوريطر عند 15 أو 17 درجة مئوية هي شبه Cycle الـ Vapor commercial Cycle هدف من هذه القصة في جزء يحصل فيه Throttling حاجة شبه الـ Compressor اللي هو الـ Diffuser وعندي إفابوريطر وعندي كوندنسر لكن كل هذا كلام بأنك تتكلم عن H2O فواضح أن هذا الضغوط أقل بكتير من الضغط الجوي فكل كل هذا كله Under Pressure يعني Vacuum هيا يا شباب واضح الـ T-S diagram للـ Cycle أو أحب أعيده حاجة أو أقولها بطاقة تانية؟ في حالة مش واضحة أنتم معا يا شباب أو روحتوا فين؟ نت رسي شغال أو أنتم مش هنا؟ معرفة قدرتك كده تمام واضح الكلام ده؟ نحسبه كيف؟ نحسبه كيف؟ نحسبه كيف؟ نحسبه كيف؟ الحقيقة أنت استفدت له هو الـ Q لو أهي الحرارة التي أخذتها في الإفابوريتر لكن دفعت في مقابل الكلام ده إيه؟ هي الحرارة التي أدفعتها في الـ Boiler وهو الـ Q التي أدفعتها في الـ Boiler وهو الـ Q 3 هذا هو المصدر بالإضافة إذا كان هناك شغل البوم لو أريد أن تقول أنني أيضا دفعت شغل في البوم ولكن الرقم نجليكتد الـ C-O-B هنا ما الذي أستفدت به؟ وهو الإفابوريتر وهو الـ Q 2 والحرارة التي أدفعتها في الـ Boiler هي هذه الفلوس التي أدفعتها وبالإضافة إذا كان هناك شغل البوم هناك أخرى من الطرق غير تقليدية يسمونها تسمى Thermo-Electrical Refrigeration System أعتقد أنه عملته قبل كده مع شيء اسمها Thermo-Cabel صح؟ Thermo-Cabel ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن معدنين اثنين معدن اي ومعدن بي لو أنت ربطوهم مع بعض في طرفين اثنين طرف زيما شايفه طرف ويطرف وخليت كل واحد منهم عن درجة الحرارة مختلفة يعني سي واحد عن درجة الحرارة T1 ولتكن T1 دي درجة الحرارة 100 درجة مقاوية وتي اثنين دي عن درجة الحرارة 0 ما الذي سيحصل؟ أنك ستجد فيه فولت سيتولد عندك فيه EMF سيتولد عندك في عندي كل ما الدلت تي دي بتزيد كل ما سيتولد عندك فولت وذلك يسمونه شيء اسمها سيبك إفكت أو العكس لو أنا أثرت على ال 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 بالان باني أجبت بطارية واني أجبت بطارية ستجد أن أحد الجوينت ديت بقى درجة الحرارته قليلة فبقى يستقبل مني Q وفي الجوينت التانية بقى الدرجة حطها عالية ويتطرد حرارة للجاوة في عندي شيء اسمها سيبك إفكت لو أنا عرضت الجوينت دي درجات الحرارة مختلفة سيتولد عندك فولت طب العكس لو أنا عرضت الجوينت ال إلى فولت هينتج عنهم أنه سيبقى في عندي تو جوينت كل واحدة عند درجة الحرارة مختلفة ده يسموه بيلتر إفكت الفكرة دي راحت للسيمي كوندكتور وبدأوا يعملوا منها حاجة اسمها ثيرمو إلكتريك كولينج أو كولر أو ثيرمو إلكتريك جينريتور يعني دول ممكن تلاقيها في السوق يعني روحت عند النخيلة ستلاقي إنها بيقولك اسمها ثيرمو إلكتريك كولينج هي بتصدم في التبريد وممكن كمان تورد منها كهرباء هي عبارة عن شريحتين اتنين زي ما انت شايف كده شريحة هتتحول إلى مكان هوت وشريحة هيبقى مكان كولد لو انت عملت أبلاي فولت يعني شغلت البطارية بالمنظر ده أنا ممكن السبب بقى بالشريحة التحت ديت ويبقى هي دي المكان اللي انت بتبرده أو العكس لو انت خليت شريحة في اتجاه هوت والتانية في اتجاه كولد هتتولد عندي كهرباء شكل الشريحة دي عامل ازاي بالمنظر ده يعني دي أحد الأنواع هي او اللي موجودة في السوق بتبقى عبارة عن 4 سنتي في 4 سنتي في سمك تاتة ملي وليها كود بيقولك والله هي الصيز بتاعها ايه والكرنت اللي خارج منها قد ايه وهي اكدنا هي كم ستيج لان انت ممكن تشوفهم في اكتر ستيج الابليكيشن لحاجة زي كده ممكن تبقى عاملها ازاي زي ما قلنا اما تولد منها الكهرباء بكي حانا هنا من الكهرباء تبريد انها كانت تعمل عملية كولنج فعلا ثيرموليكتر كولنج فممكن تستخدم في اين الكلام ده لو انا بتكلم على تلاجة زي اللي انت شايفها على ايدك اليمين دي اللي بتبقى تحط فيها كانزة او ممكن تبقى تلاجة صغيرة في العربيات او ممكن تلاقيها في الفنادق عشان الصوت مفيش صوت انت نعندكش اجهزة بالدور ولا كومبريسور ولا حاجة انت بتتكلم على عايزة دي سي كارنت وبالتالي هتبرد درجة الحرام نتكلم مثلا لغاية درجة الحرام 15 درجة مقوية ممكن تبقى 10 درجات مقوية اللي هو بتحتفظ بيه شوكالاتة تحتفظ بيه بكانز حاجة مش تجميد يعني او ان حاجة تحتفظ بدرجة الحرام منخفضة وتلاقظ بان الكباسة بتاعتها مش كبيرة يعني تلاجتت حجمها صغير لو جدنا ما وصلنا عدتها الشيط بتاعت الكلام ده هذه الكتالوج بتاعها ممكن نلاقيها في الصورة بالمنظر ده او انها مالتستيج لو انت ما عايز توصل للدلتة تي اكبر ممكن تبقى عندك مالتستيج ممكن منها السمك بيختلف من نوع لنوع ولكن كل ما السمك ده هيقرب من بعضه هيبقى في عندك مشكلة في انتقال حراب بين الهوت والكولد سايت هنا بشرح الفكرة بتاعتها عاملة ازاي ممكن نعمل بها ايه ولكن اللي يهمني من القصة دي تحت حتة ال ديمنشن ستاعتها واقدر احصل منها على كيو بكام يعني انا ما بقولك الكيو ماكسمم اهي هقدر برد بها ادي شايف ارقام تبقى عندكم في الصورة ولا نعمل نزوم اكتر يعني لو انا اخترت هذا الموضل اللي هو اول واحد فاقصى كيو ممكن تحدث منها هي حوالي 82 واط في الحالة دي الامبير اللي انا محتاجه واقع 6 امبير والفولت الابلاي اقصى فولت ممكن اخبرك بس مش معنا كيو ماكسمم فولت عند ماكسمم فولت عند ماكسمم كرنت عند ماكسمم كريو لا لا ماش كده بس يعني بيدينا الحدود بتاعت التيرمونكتر كولينج ده وبالتالي قادر احصل على دلتا تي و 71 درجة which is good الضيمنش نتاعتها زي ما انا شايفين اهو ابعاد بتاعتها عامل ازاي والسنك بتاعها عامل ازاي والسنك الواير اخباره قدي ايضا كنا بديني دي موديلات مختلفة اقصى فولت اقصى فولت اقصى دارية حرارة ديمينشن بالمنظر ده الان ليه كمان كرفات ممكن نعرف منها البرفورمانس بتاعها عامل ازاي هنا بديني انواع مختلفة وكل واحدة تقدر تشتغل فرنج كام ساعد بيبقى مثلا عايز اربطها بحاجة او حاجة يعني اشكال مختلفة منها ممكن تكون مالتي ستيج كما نرى انا ممكن اوصل برجل حرارة كما نرى هو الى 94 درجة مقوية فرق 100 درجة مقوية 120 222 درجة مقوية هذا اقصى ممكن اوصلها بالطريقة دي انا شبع واضح هذا الجهاز ده ممكن يستخدمه مع ايه مع مروحة واعمل منه تلاجة يعني دخلنا على النت دورنا هتلاقي فيه ناس بتعمل الجهاز ده بتعمل منه تلاجة من منظر الصغير ده بيتركب عليه من ناحية اللي هو بيبرد بيه الاكل والناحية تناه سينك عشان يرمي حرارة الجو بيستخدم بطارية بتقوم بالدور ده ها مواضح شباب الترموالكتر كولينج اي سؤال في الكلام ده اي سؤال في الكلام دوت طيب لكن نلاحظ ان السي او بي للسايكل ديت ضعيف جدا نتكلم في سي او بي نتكلم في كتير 0.5 0.25 ارقام مش كبيرة اي مش وانتسين معايا ولا روحتوا فين؟ تمام يا دكتور تمام اوكي طيب نيجي ليه نوع كمان تانية من الحاجات اللي هي اللي هي دواتي حالين بتستهدم على تنطاق اكبر ارقال لك بدل من السايكل بتاعتنا يبقى وظيفتها اللي هي الـ تبقى وظيفتها انها مثلا تبرد مبنى واحد او غرفة لا طب ليه ما نعملش الكلام ده على سكيل مدينة بيسمونه حاجة اسمها ديستريك كولينج او على مستوى مجموعة مولاد جنب بعضها او مجموعة محالات جنب بعضها الكلام ده حاليا بدأ يطبق في مصر فاول حاجة تطبقت فيها في مصر اللي هي القرية الزكية في اكتوبر محطة مركزية محطة مركزية زي ما شاهد في القلب كده بلانت زي ما حطة الكهرباء كده حطة دي عبارة عن وظيفتها ايه؟ اجهزة التكييف كبيرة او الـ فيها كبيرة جدا وبتعمل كمية كولينج كباستي عالية جدا وظيفتها ايه؟ توزع على البيوت دي زي ما انت شايف مواسير ماشي فيها ماء ساقع رايح جاي ماء ساقع رايحة عن 7 درجات ترجعله عند 12 درجة مقاولة طبعا المواسير دي لازل تكون معزولة للأسف تكلفة البيبلاين يبين اكبر او جساوي تكلفة المحطة اصلا هي دي العقبة العقبة فيه ان انا مقدرش يقنق الماء الساقع دي المسارات اكبر من كده لان مشكلتها فيه عايزة عايزة المواسير دي تكون معزولة كويس جدا ان تتفرض حط الارض بشكل كويس لانه تكلفة الحفر وامداد البيبس هي دي اللي بتكلفة اكتر من الانشاء المحطة نفسها المحطة يمكن تكون شغالة فيبر كومباشا سايكل عادية او زي ما حنشو بعد شوية حاجة اسمها ابزوربشن تشيلر لكن اتجاه ده دوقتي شغال ليه لان مستو انه بيخال دايما البرفورمانس الطلب عالي زي محطة الكهرباء دايما انت شغالها عند البيست افشيانسي بوينت وبالتالي انت بتحقق منها اه افشيانسي اعلى او استفاد بالسي او بي الماكسما بدل من انت تشتغل دايما النظم الوقت كل بيت لوحده او كل غرفة لوحدها وبنتي تبقى بارتلوت سواء ان الكلام ده كان ديستر كولينج او كان ديستر كهيتنج يعني عندي غلاية كبيرة اخد مية سخنة او زيت ومشيها في الخط وتروح تدفي البيوت او لو انا مكن على مية ساعة تبرد بحالة الصيف بدلنا على القصة دي بدأت الناس تفكر بحاجة تانية طب انا عندي المحركات الكبيرة اللي ساعد بنستفاد بيها تعمل محاطس كهرباء المحركات باي انا عندي مية تبريد للمحرك عندي اجزوهوست طالع لدرجة حرارة 400 درجة معوية ايه المانع ما استفاد بالحرارة دي انه اسخم بيه مية والمية دي تروح على تنك بحافظ بيه على درجة حرارة المية دي ومنه اروح للمدينة يبقى كده اعمل حاجة اسمها ديسترك ايه هيتينج ايوه هتقولي طب ما انا هستفاد بيه في الشتاء ولازم نكون محاطة الكهرباء قريبا من مدينة مش بعيدة يعني عشان باي بلاين ما يبقاش ايه مسافة كبيرة طب وفي الشتاء وفي الصيف هعمل ايه انا عايز كولينج مش عايز حرارة انه كان جوه اصلا حر الحياة ان انا ممكن استفاد بالحرارة اللي خارجة من الانجين كويست انها تشغل دي نوع من السايكل او اي مصدر حرارة طاقة شمسية اي مصدر ويستهيد بدل ما هنستخدم الكمبريسور لا احنا هنستخدم هنا حرارة يبقى اللي بيدرايف السايكل مش الكمبريسور لا الحرارة جبت الحرارة منين ممكن اجيبها من انجين زي ما انشايفه ادي الجزء اللي هو بسموه الجنريتر وهنعرف تفاصيل كده بعد شوية وهتلاقي ان في احد منكونات السايكل دي حاجة اسمها كوندنسر زي ما انشايفه وهدي عندنا في حاجة اسمها ابزوربر تحته وفيه عندك سيركريتينج بامب وعندي كولينج تاور في السايكل اللي هي لونها بالاخضر دي دي اللي هي ماشي فيها المادة اللي هي بتعمل حاجة اسمها ابزوربشن وفيه عندي الجزء التاني اللي هو الكولينج اللي هو زي ما انشايف او صدر الحرارة من سبعة نروح للمدينة ارجع تاني عند اتناشر وهكذا السايكل دي اشتغلت مين لي باي ايه باي هيت ويستهيت يبقى بدل ما ارميت الحرارة للجو طبعا استفدت بيها تاني وولدت بيها يبقى لو رجعت تاني للمحركات دي اه هشغل وراها بقى ويستهيت ريكاوري سيستم يعمل عمية كولينج اخد الماء الساقعة دي وديها للمدينة وابراته دي اسمه ديستريك كولينج او ممكن لو انا اتكلم على محرك صغير يعني مش صغير يعني اتكلم مثلا في 20 ميجاواط مش بيشغل مصنع ولا حاجة ممكن استفدت بالقصة دي انه شغل مع absorption تشيلر او absorption cycle تقوم تتعمل تكييف في المكاتب بتاعت المصنع دوت طيب ايه المكونات احنا عارفين الساكل بتاعتنا العادية اللي هو الكمبريسور الكندنسر المحبس والإكابوريتور فبي واحد قالك ايه رأيك لو انا استبدالت الكمبريسور ده ببامب ازاي انت البامب دي عايزة liquid وبتضخي ليه liquid لكن الكمبريسور بيستلم saturated vapor ويسلم هنا حتى superheat فا ازاي هتحولهم لبعض قالك بش انت عندك دلوقتي النقطة الدهات دي حددتها ايه saturated liquid ومنها محبس على الإفابوريتور وقبلها الكندنسر انت محتاج جهاز ما يقدر يحول الساتوريتد فيبر الى liquid ايوه عشان يحصل حاجة كده لازم تنطلق منه حرارة لازم فيه Q تخرج منه حتى احول هذا البيبر الى liquid جميل الكلام مصبوط وفي نفس الطريقة لو احاول هذا البيبر الى vapor داخل الكمبريسور اذا ما نرى الكندنسر وهو superheat الذي يكون فيه عندي جهاز ما يستقبل حرارة Q حتى يحول البيبر الى vapor هنعمل هذا الكلام الاول نتعامل مع مادة اسمها Lithium bromide مادة اسمها Lithium bromide ده ملح الملح ده شرح جدا للتفاعل مع بخار الماء يعني لو شاف قدامه مية يتفاعله مع بعض والتفاعل ده ينتج عنه طرد الحرارة يبقى لو انا جيت ركبت هنا في التانك ده Lithium bromide وخليت السايكل بتاعتي ده ماشي فيها H2O إذا عند الفريون عشيل وحطت مكانه مية المادة التبريب بتاعتنا هي H2O يعني الرفريجنت بتاعنا هو H2O عشان كده يسمونه R700 كمية 700 دايما مقصود بها انها حاجة في الطبيعة وبعد كده الملكرويب بتاعته 18 يعني الرفريجنت هو عواله عن الماء فأنا سأستقبل بخار الماء سيعدي على التانك الى التيمبروميت ستفاعله مع بعض الكيميائيا سينتج عنه محلول ملحي لكويد وينطلق منه حرارة الجهاز يسميه الابزوربر الذي يمتص جواء الماء ينطلق منه حرارة بسهولة جداً أضغط بسهولة جداً أضغط الليكويد بالبومب وحوله الى ماء ضغطها عالي يبقى كده لو قصائي كدير أسمتها النصين قادي اللي فوق البي هاي وده البي لوم وده اللي كان بيقوم بي الكمبريسور وده اللي كان بيقوم بي الكمبريسور طيب بس مشكلة هذه لدي طب لو عملت نفس العملية دي بس العكس يعني ايه لو غليت المية بالملح ايه اللي بيحصل يا شباب لو عندك مية وفيها ملح وغلتها اللي هيتبخر الملح ولا المية اللي هيتبخر المية اهو بخار بيور اتش تو او بس حيبقى عندي مية بتركيز ملح فيها عالي طب وبعدين نعمل ايه طب ما لو خدناها هنا تاني ومحبس خفضنا الضغط من البي هاي للبي لو ورجعناها ليه التانك اللي هو اسمه الابزوربر عشان نيعوض الملح اللي هنستفدنا بيه او في الاول عشان نعمل عملية الابزوربشن لبخار المية ايه كده السيكل بالنسبة لي قفلت يبقى السيكل دي بيسموها ايه ابزوربشن لانه بتعتمد على ان في عندي تو فليوودز بيحصل منهم تفاعل او ممكن ملح هو ايه ومي او مادة تانية فكده كايني استبدلت الكمبريسور بمين؟ بالمجموعة دي اللي هي الابزوربر والبامب والمحبس والجيناتور السؤال دلوقتي انا كده بدفع كهرباء اكتر؟ طبعا بدفع كهرباء او كده يكون حتى ممكن يستفد بفرق الهيد يعني ممكن يخلي الابزوربر ده على ارتفاع وبالتالي بالوضع ده عند الهيد بتاعه يمثل هو الضغط اللي انا عايزه عشان اوصل من البي لول البي هار وبالتالي مش بتاكد البامبة خلص يبني انا استفدت بالويست هيت او اي مصدر حرارة تقشم سيه مثلا بانه يقوم بالدور دوت طبعا كده انا وفرت اكتر او خليت الكهرباء اللي انا محتاجها اقلب كتير او ممكن محتاجش كهرباء اصلا لان السايكل بتاعت الفيبر كومبريسور سايكل اكتر مشكلة فيها كومبريسور انا خايف لايك كسر لو دخله لك ودي حصل له مش عارف ايه لو لو درج الحارب تاعته عندي كسترينز كتيرة ومخاطره كتيرة وهو اغلى حاجة انا كده استبدلتها بطريقة ايه ابسط طيب نخلي بانه انه الوك الكمبريسور سيبقى اكبر بكتير من الوك البامب عشان كده سبحان الله ربنا خلينا القلب القلب ده عبارة عن بامب مش الكمبريسور وإلا كنا سيبقى مجهود ضخم جدا والشغل مطلوب كبير جدا حاجة الثانية انا كده ما اهمنيش موضوع الليكود بالعكس انا عايز الليكود يروح للبامب منش خايف من درج الحارات دستشارج اللي كنتم قول عليها ان انا خارف مخرج الكمبريسور يوصل لدرج الحارات توصل الزيت اللي يتفحم جوا الكمبريسور كل الكلام ده خاص انا هربت منه ايه شكل الساكل في الحقيقة عمل ازاي اخترع الكلام ده في الاول جاء الموضوع كان يابنيين هم اللي مشوا في هذه السكة دي وبعين حاليا بقى مستوى العالم مشهورين بيه حاليا اليابانيين وراهم الهنود هم اللي شغالين في القصة دي كتير ادي شكل السايكل في الحقيقة عمل ازاي طيب اذا ما انت شايف كده ادي محتاجة مني مية بردة في ادي شيل دوتر هيت اكتشنجر ما ترجع تبقى عند اتناشر اخدها بمضخة وهكذا طيب جبت من بقى المية الساعة دي هو ده الافابوريتور نحنا بنتكلم عليه اه فيه جزء بيروح على الابزوربر منه على البامب على الجينيريتور وبعدين منه تاني على الهيت رجيكشن طيب و ازاي بقى المية الكندنسر ابردها او انه عندنا نابلة كده ادي شكل السايكل المنظومة اللي في النص دي بقى اسمها ايه اه انا شيلت بقى كلمة الافابوريتور وبقى عندي حاجة اسمها شيلد هيت اكتشنجر وراها بقى بدل ما كان عندي بامب الكمبريسور او بقى عندي بامب وابزوربر و جنيريتور ادي الحتة دي اللي كان مكان الكمبريسور ادي الكندنسر اهو اللي هو الشيلر هي ترجيكشن والمحبس بكل حكاية انا شيلد الترم ده اللي هو الكمبريسور وعوضت عنه بالمجموعة دي اللي هي جنيريتور وابزوربر وبامب ومحبس وضح شباب الحال انا عندي ممكن استخدم المية مع ملح اسمه ليثيوم بروميت او ممكن بنفس الطريقة دي استفاد بالمية اعمل اللي هو زي دور الملح يعني والفريون اللي هيمشي عندي هو الامونيا الامونيا والمية شريهين للتفاعل مع بعض بس في الحالة دي هيبقى السايكل اللي ماشي فيها الامونيا والمية هي اللي قادة في الابزوربر مستنية من الامونيا عشان تعمل ميكسنج وانطلق منه الحرارة في الابزوربر بعد ذلك نروح لعى البامب وهاكذا نروح على الجنيريتور لما الجنيريتور بناغل الامونيا والمية الحياة انه بيخرج الاتنين مع بعض الامونيا بتتبخر وامونيا بتتبخر بس اللي اسهل في التبخر هو الامونيا في الموضوع مش سيمبل يعني في شوية تفاصيل اكتر بس هنعمل مثل تقطير معايز في الاخر انت خلص خالص من المية ويبقى لي في الاخر الامونيا هي دي اللي انا عايزها تروح لي الكندنسر لو جدنا مصير على السايكل عاملة ازاي اهيه اهيه ادي الابزوربر اللي هو انا مشاور عليه اللي هو رقم بين اثنين وواحد وستة دخل له امونيا عند ستة حالتها بالضغط البيلو وبعدين دخل لها حاجة اسمها ويك سيليوشن يعني مخفف في حاجة اسمها ويك سيليوشن ويك سيليوشن يعني ان تركيز الامونيا عالي او تركيز الامونيا منخفض في التوتل فلما أنا أجمع أمونيا مع ميا كان فيها أمونيا قليلة كانت أمونيا قليلة معناها weak solution فعنتج عنها شيئا اسمها strong solution هذا التفاعل مثل هذا التفاعل طالد الحرارة؟ الميا والأمونيا بيتفاعلوا مع بعض بجوه الأبزوربر لأنتج عنهم حرارة بالبومب أضغطهم وأوصل للضغط البيهاي في هذا الجنراتور تفاصيله كمن بعيد لكن مبدئيا بس هو عبارة عن حرارة أي waste heat أو أي طقة شمسية ممكن يسبب بها أو أي مصدر حراري يعني ممكن أجيب غاز طبيعي وأحراءه ممكن أجيب مياه سخنة وعند مثلا 90 دراجة مأوية ممكن أستخدم مازوت ممكن أستخدم أي وسيلة أجيب منها حرارة في هذا الجنراتور يقوم يعمل مفروض يتخلص من المياه ويقطرها ويحاولها الليكود وفي نفس الوقت الأمونية تتبخر وتطلع لي في صورة فيبر هي دي الرفريجونت بتاعي اللي عديه على الكندنسر يرمي حرارته للجو أعمله ثروتلينج أروح للإفابريتور أاخد اللود اللود يتنقله يتحول من الليكود إلى فيبر وهكذا فالترمي على بعضه كله على بعضه يمثل من هو ده اللي كان يقوم به دور الكمبريسور وهو ده الجهاز اللي كان يقوم به الكمبريسور طيب لو كنت بس تخدم طاقة شمسية ده ما اللي شايفينه هذه الطاقة شمسية ممكن استفاد بيها إن هي تقوم بدور الحرارة اللي راحة للجنراتور عشان أفصل ما بين الأمونيا وبين الـ H2O الحقيقة في عندي ما بعد الجنراتور في حاجة يسمع عمود تقطير ده اللي هو بيفصل بقى كمان تاني الأمونيا مع الميا بيعيز ترجع لي بس الميا ويبقى بيور أمونيا هيا لراحة للكندنسر لأنه لو فيه مياه مشت في السايكل اللي حيبقى عندي مشكلة ما يحصل عندي إيه؟ ثروتلينج وممكن نوصل درج الحرارة هنا لنيجاتيف وبالتالي سولازيس وبالتالي ممكن ماء تتجمد فالسايكل دي من ذاتها إيه؟ الأكو أمونيا دي بيسموها أكو أمونيا يعني الفريون اللي ماشي هنا هو هو الـ NH3 اللي هو القيام بتاعته أو بيسميه R سبعمية يعني من الطبيعة وسبعتاشر ده الملوك لارويتي يبقى R سبعمية سبعتاشر ده نقصد به الأمونيا فالأكو أمونيا كأبزوربشن شيلر أو أبزوربشن سيستم هي الفريون فيها الأمونيا طب إمسته عن المياه إننا ممكن أوصل بالتمبراتشور بتاعت الإفابوريتور دوت إلى بالنيجاتف يعني ممكن نعمل عمية تبريد وتجميد لا يوجد مشكلة لكن الليثيوم بروميد اللي هو الملح مع المياه لا، كان أقصى حاجة عملها هو التكييف في درجة الحالة ممكن توصل لغاية كام سبعة درجات ماء ثمان درجات ماء عشر درجات ماء بالكتير لأنه لا يمكنني أنزل بالمياه أكثر من جد خبه لكن هنا السايكل دي مضغوطة يعني ضغطها أعلى من الجو لكن السايكل اللي فيها الليثيوم بروميد عشان تقول لي هعمل تشينج في فيز المياه عند خمستاشر أو عند عشرة أو عند اتناشر معناه أن المياه دي ضغطها أقل من الضغط الجوي الكندنسر عند خمسين سترنت أقل من الضغط الجوي اللي مفروض يبقى كام وما تتغل عند مياه وبالتالي كل السايكل تحت الليثيوم بروميد under pressure لو بنبص على السايكل دي موكماتها عاملة ازاي اهي بنعرّق يا شباب انتوا معي ولا الدنيا مش واضح نعم مش محنسين ما حضرتك طيب بنعرّف حاجة اسمها التركيز أو الكنسنتراتيشن اللي هو الدهيوم بروميد على مجموع الاثنين مع بعض ففي الحال دي لما يكون في ملح كتير يبقى التركيز ماله عالي لو انا عندي تركيز عالي بفرنج 60% إلى 65% لو انا عندي الملح تركيزه قليل هيبقى اسمه weak solution كلام ده عكس السايكل التاني اللي اسمها أكو أمونيا اللي يكون عندي أمونيا كتير هي اللي اسمها strong solution ولما يكون عندي أمونيا قليلة هي اللي weak solution طيب السايكل دي اللي كماية بقى H2O هرسمها فين على T-S diagram عندي كم ضغط اهو انا عارف ان الضغط الواحد بار لا تنساش المياه فيه تغلي عند درجة حوارة كم مية درجة مقاوي انت بتقولي انا عندي كندنسر ضغطه ينظر كم عشان يخلي الكندنسر عندي خمسين اتناشر ونص كيلو باسكالي يعني معناها ان افطر الكندنسر اللي هو اعلى ضغطه عندي ضغطه أقل من ضغط الجو طيب وعشان يخلي الافابوريترو يشتغل عند خمس درجات مقاوي فالضغط عندي حوالي 0.76 كيلو باسكالي يعني اقل من 1 كيلو باسكالي طيب وبعدين فينه النقط بتعتي لو انا هحط هنا بقى نقط على هذا السايكل دي اول حاجة اللي هي من النقط اللي هي السوبرهيت اللي دخلها لالكندنسر النقط عند ضغط مين ضغطه البي هاي اللي هو احمر ضغط اللي هو الكندنسر اللي يناظر temperature 50 هيحصل هيبرد من الجو لغاية لما يحصل physical change ووصل لنقطة 2 اللي هي saturated liquid تروح على المحبس يحصل لها throttling لغاية لما وصل نقطة 3 اللي هي عنده ضغط حوالي 87 باسكال تمام وفي نفس الوقت temperature حوالي 5 درجات ماوي اللود سيسخن الماء ويحولها من liquid عند تلعيتها إلى vapor عند ربعة تدخل بقى الabsorber الأول وبعدين يحصل لها ايه؟ ميكس مع lithium bromide تتحول إلى مادة يسموها weak solution لأنني كان عندي أصلاً من الأول موجود هنا داخل الabsorber strong solution محلول مركز مياه وملح ودخلت عليه مياه فخففته فلما تخفف بقى اللي ماشي من 5 إلى 6 حاجة اسمها weak solution اللي هو fringe من 40 إلى 50 طيب هيتضغطوا بالبامب من B low للB high وهي تضيف الحرارة عشان تفصل الليثيوم عن الماء كأن جبت كده حالة وضعت فيها مياه وملح وفضلت أغليها اللي هيتبخر هو مين؟ اللي هيتبخر هو نقطة واحد اللي هي بخار مياه ويبقى عندي مياه بملح طب ما أنك خدت منهم شوية مياه فالمياه بملح المتبقيين المياه قلت يبقى أنا كده أرجع دي تاني مين اللي strong solution يبقى الحط من 7 إلى 8 ده وبارع عن strong solution ومن 5 إلى 6 ده weak solution الخوف هنا ايه؟ إنه ممكن أفضل أسخن أسخن لغاية لما معظم المياه تتبخر فالمياه الملح اللي جواها ما يدوبش بقى ما يحصل له حاجة سبا تصلب أو يحصل لك crystallization طبعا خايف من القصة لو بصت كم ده على الخريطة المحور X هنا بقى اسمه ايه؟ ده المحور بيقولك أنت عندك كام النسبة ما بين الليثيوم بروميت وبين المياه يعني هنا هو تزيله يعني ما فيش ملح خالص يعني ده بيور H2O يبقى الخط اللي انت شاهفوا على الشمال ده محور ده كله ده بيور H2O وبالتالي لو أنا عندي مياه عند درجة حرارة ولتكن مثلاً مئة درجة مئوية لو شفتها هناك فمفروضنا تناظر ضغط كام واحد بار لأن معظم الضغوط بتاعتي أقل من الضغط الواحد بار زي ما شايفت على ايدك اليمين المحور اللي انت شايفت غاية هو الضغط اللي عندي ونحي الشمال هو التمبريتش اللي بتناظرها بي بتناظر T طيب لما يبدأ عندي ميكسنج ملح مع مية يبقى التركيز اللي هو X أو C قيمته تزيد تركيز 40% 50% 55% لغاية لما وصل للمنطقة الخطر دي المنطقة دي اللي يسموها ما اسمها كاليسترزيش معناه أن الملح يبدأ يترصب فأنا أصلاً لا أعمل شيء عند المنطقة دي خالص أنا الغلاية أعمل عند منطقة ماكسموم نتكلم في 60% لو أننا جاءت بصدق على 60% وبصدق على ضغط الكندنسر أهو ضغط الكندنسر فرنجي كام اهو تناظر 40 درجة مقوية دي بيتناظر الضغط بتاع الكندنسر أهو وأصلاً الغلايان عندي ممكن يبقى عنده كان عن 80% ولا عن 90% يعني ماي السخنة اللي بيستافت بيها في الويست بتسخن لي عن 80% وبعد ذلك أثناء الكندنسر يبرد شوية وكده يحصل فرنجي عن 40% اللي بتناظر الرقم داكا فلما موصلش أكتر من التركيز ده تقاطع التركيز ده مع الضغط بتاع الكندنسر أو T-كندنسر يجيب لي مين يجيب لي أهو التمبراتشر بتاعة الجنريتور يعني أنا عشان أغلي في الجنريتور المحلول دوت محتاج أي حاكم أهو 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 ونفسك كيف هي لو أتكلم على الويك سليوشن الويك سليوشن الويك سليوشن أهو حوالي 45% ولو أنا خليطة الفابوريتور عند عشرة فهذا يناظر هذا الضغط معناها أن الجهاز الذي يحصل فيه ميكسنج بين الماء والمالح وانطلق منه حرارة سيبقى موجودة عند درجة حرارة كام أهو أهو يبدأ كانت تحقيق عن 40% و تحقيق 80% و الـ 40% و ل 10% الضغط لانجهز يستخدم فيه التكييف والعيب فاكير حسنا أحصد نحن تعلم نحن لو انت فاكر كان عندي خليط اسمها T-S-Diagram أو H-S-Diagram انا قدر احسب النقط دي ك-Hات لأن H1 اعرف اجيبه و H2 اعرف اجيبه و 3 و 4 طيب لو انا عندي Cycle وعايز احسب ال-Hات انا احسب ال-Hات لكن المشكلة بتاعتنا فين؟ في النقط اللي موجودة في Cycle اللي هي عند النقط اللي فيها ملح Lithium Bromide وفي نفس الوقت فيها Lithium Bromide خليط مع بعض هجيب ال-H بتاعتهم منين؟ هناك خليطة جديدة هجيبها بيقولك ال-Crystallization Limit هجيب محدش يأتي ناحيته انت مشوية قلت لي ايه؟ قلت لي انا عندي تركيز بتاع Strong Solution اهو وقلت لي ان ال-Temperature بتاعت الجنراتور اللي انا حغلي عندها المياه كام؟ 80 اهيه تقطحهم مع بعض يديك الانثال بكام؟ بنفس الكايفية بنفس الكايفية لو انا جيت لي ويكسل يوشا ودرجت حقات ال-Absorber تقطعهم مع بعض يديني الانثال بكام؟ بنفس الكايفية عن طريق الخليطة دي تقدر جيب الانثال بكام؟ بنفس الكايفية انت عايزة من الكايفية انت عايزة من الاناليسيس انت عارفتو انت عارفتو انت عارف انه مفيش وقت نحن نحل عليه كتير فبس انت عارف ان في الدنيا هناك نحن مجموعات ابسوربشان شيرلر ونحن م regional ونحنان مفتو bookstore وهناك نوعات من واحده وهو اكوا أمونية وايكتر Bar соб إيادي هناك مجموعة من الـ الـ Absorber, Generator, Condenser, Operator النقطة التي هي نقطة أربعة وثلاثة واثنين وواحد نعرف أنهم بـ pure H2O ونحن نجيبهم من جداول المياه أو Steam Table أو Steam Chart ونحصل على خمسة وستة وسبعة وثمانين نجيبهم منين الكلام لماذا؟ لأن نحسب الـ Q-Absorber وبالكام والـ Q-Generator وبالكام لماذا تريد أن تعمل هذا الكلام؟ لأن هذا الـ Cycle مثل هذه أحسب الـ C-O-B كيف؟ أحسب الـ C-O-B كيف؟ أحسب الـ C-O-B كيف؟ أحسب الـ C-O-B كيف؟ أنا دفعت المال في الحرارة الـ Q-Generator وفي الآخر أستفدت الـ Q-Fibrator بعد الـ Q-Fibrator على الـ Q-Generator وفي الآخر أستطيع أن تحصل إلى الـ C-O-B ونحصل إلى الـ C-O-B ونحصل إلى الـ C-O-B بما أنك تريد أن تحصل إلى الـ C-O-B فأنت تكون عارف الـ Delta H عند كل نقطة من هؤلاء يمكن أن تحصل إلى الـ Y-O-B وفي الضغط الذي قام بها عندما بقي الـ Fibrator تكون عشرة درجات ما قوي. طيب نيجي المين للكندنسر. ما كانت نعرفينه. بش جديد. الكندنسر. ما بين مين ومين. بين واحد وبين اثنين. فأنا عندي الام ضغط هي هي. والكيو عبارة عن ام ضغط دلت اتش من واحد واثنين. والضغط عندي هو ضغط المناظر لدرجة الحوطة الكندنسر. قلنا درجة الحوطة الكندنسر ممكن تبقى اربعين او خمسين او خمسة او اربعين. ودرجة الحوطة الكندنسر ممكن توصل لحوالي عشرة درجات ما قوي. او خمس درجات ما قوي. طيب. والثروتلنج. طيب نعرف ان اتش واحد واثنين يسوي اتش ثلاثة. اللي هو اجراء الثروتلنج من اثنين ثلاثة. نيجي المين للجنراتور بقى. ناخد بنا من حاجة. لو عملت بالانس على الدائرة داية. ماذا بلا عندي؟ عندي انبوت كحرارة. كيو جينراتور. اهي. وكمان استلمت. ماس. ماشية من عندي ستة. لكن الماس دي اخبارها ايه؟ قلنا دا الويك. سيليوش. من هناك انا عندي ويك سليوش. اللي هو مطروف في اتش ستة. وهيخرج من عندي سبعة. اللي هو السترونج سليوشن ب اتش سبعة. وهيخرج واحد اللي هو بيور اتش تو او ب اتش واحد. مشكتنا في اتش سبعة. ونجيب منين اتش ستة. ونجيب منين ام. سترونج سليوشن ويك سليوشن. تعريف السترونج سليوشن. اقولنا الكتلة بتاعة الملح على مجموع الاثنين. الملح والمر. طب انا كده كمان عندي بالانس كمان تاني. ايه هو؟ انا قلت ماس بالانس. على الجينراتور. انا عندي هنا دخلي. عن ستة. في ويك سليوشن. خرج سترونج سليوشن عن سبعة. وخرج كمان ماس بيور اتش تو او عند واحد. ايه قادل بيور اتش تو او اللي عند واحد. ام. وكان دخلي اصلا في السيستم ده ويك سليوشن. اتحولوا جزء منهم الى ماس اسمها ام اتش تو او. وماس ليه سترونج سليوشن. يعني ام. نضغط ليثيوم برومات يأخذ بالك الملح اللي عند واحد. هو نفسه مع الملح عند سبعة. يسوي الملح عند ستة. طيب. انت عرفت لي من شوين في حاجة اسمها الاكس. اللي هي قيمة التركيز. لو انا بحثت بس الملح. الملح اللي داخل عند ستة. رح فين في الآخر هو الملح اللي عند سبعة. ما فيش ملح عند واحد اصلا. انت الملح بزيره. طيب. يبقى انا قدر احول القصة بيه الى ايه. الى بتعويض اهو. ان الاكس هو عبارة عن كمية الليثيوم برومات. على التوتل. على ماس توتل. الى كلمة بقى الليثيوم برومات. اللي عن سبعة. وعوض عنه بالتوتل ماس اللي عن سبعة. مضروه في اكس سبعة. ونفس الكلام. الليثيوم برومات ستة. ام ستة. في الاكس ستة. طب. وام دوت واحد. بس اكس واحد. انا ما عنديش اي ملح اصلا في واحد. فالترمي ده هيروح. كده انا عملت. ماس بالانس. وانرجي بالانس على الجنريتور. بنفسك كيفية. انا عملها عند الابزوربر. المحبس من سبعة وثمانية. هو نفس الاتش. هنجيب الاتشات دي منين. كما شاهدنا في الخليطة التي هي الخليط. وفي عملية خليطة التي هي الستيم. اللي هي نوت واحد واثنين وتتة واربعة. هنجيب منها الاتشات عاديل خالص. نجيب الابزوربر. وهو الماس اللي جات له عند ستة. ثانية سوري. خرجت في صورة اي اهي. خمسة. وكما فيه ماس اللي جات له عند اربعة. بل ماس اللي جات له عند اربعة. ليه الاتش تو او. والسترونج سيليوشن اللي جاء له عند. تمانية. مجموحهم على بعض. سيتأنتج عنه. محلول مخفف. اللي هو بيكس اليوشن عند ستة. او خمسة. طب والانرجي. طب هوا بنفس الكلام. انا عندي ماس اللي هي. دخلة باتش تمانية. والماس اللي هي البيور اتش تو او. دخلة باتش اربعة. وفيه حارة انطلقت للجاو اسمها. وتبقى عندي الماس اللي هي الويكس اليوشن في اتش خمسة. بكده انا قدر. اعرف. خيط. ورق الباب ما قلنا نجليكتد. اه ده رح ستبقى هنا. ايه هو السي او بي. او كيو او بيتروت بكام. على كيو جين لاترو. وقلنا. ورق الباب ما قلنا. لو كانت السايكل اللي شغالها رانكين. لو كانت كرانكين. يعني. ماهي التمبريتشرز اللي عندي. انا والله استخدمت حرارة. اهي. عند تي جينريتور. هذا تي هاي. ورميت حرارة. عند تي ابزوربر. ده كأن هنا الحتة دي مين. كأن الحتة دي هي تهيت انجين. اهي. والهيت انجين ده طلع شغل. اللي به التلاجة اللي هي على ايد الشمال دي. عشان كده بيقولك. لو قسمت. ال. ال. سي او بي ماكسمم بالنسبة لي. اللي هو عبارة عن. تي كوندنسر. ما منس تي. افابريتور. على تي. افابريتور. ده له. افابريتور. والهيت انجين عندي. اللي هو تي. واحد ماينس تي. اللي هو تي هاي. او اللي هو تي جينريتور. تي جينريتور. ماينس تي. كولين. بيطلع الكفاءة دي. اللي هي ساكن. اللي هو افاشنسي. بتكلمها 30%. لكن من التكلم كسي او بي. قلنا فرنج. ال. ال. كتير. طيب. ميز التلاجة دي. او السيكل دي. عن التلاجات اللي احنا متعودين عليها. انه. مودة في السوق. شغالة. والكفاسة بتاعتها كبيرة. لكن السعر بتاعها غالي. المشكلة بتاعتنا ان السعر بتاعها غالي. الميزة اللي فيها. انها هي. بتستخدم ويستهيت. يولا عندي اي مكان في ويستهيت. يعني محطة كهرباء فيها ويستهيت. عندي محطة فيها انجينز. وفيها ويستهيت. يفضل استخدام معاها. ممكن لو في مكان ما فيش وصل له مثلا. يعني. كهرباء انوف. وفي غاز طبيعي موجود. ويستفد بالقصة ديت. انها ساخدم الليثيوم بروميت. لو عايزة حسن السايكل شوية. ممكن. احط. هيت اكتشينجر هنا. في السكة. يقوم يحسن لي المياه. قبل ما اوصل. للجينيريتور. يبقى انا كده. بقلل الطاقة المطلوبة. في الجينيريتور. او. ممكن اعمل حاجة اسمها. الليثيوم. او هيت اكتشينجر. في الناحية التانية. باننا احسن. انتقال الحرارة. قبل مروح الافيبريتور. هذه الخريطة اللي بيستخدموها. للليثيوم بروميت. هذه البريشر. محور. محور. وان. ومحور. اكس. هي التمبريتشر. وقلنا المنطقة دي. للخط اللي هو لونه. تقيل ده. منطقة دي ممنوعة تمشي فيها. لانها. بيحصل فيها. عندي حاجة اسمها. كريستاليزيزيش. المشاكل السايكل دي. ايه. الليكيج. وان الضغط السايكل دي كلها أقل من نقطة الجوية. فيها بريشر دروب كتير. لان المسارك كتير. وفيها عندي خطورة ان اقرب من النقطة. تبقى عندي كريستاليزيش. بيمثله بقى السايكل دي بشكل أفضل. ازاي على الدياجرام اللي انت شايفو دوت. اهو. انه عندي الخطوط دي كلها. كل خط من دول يمثل. اللي هو الخطوط الميلة دي حواليها 45 درجة. دي بتمثل التركيز. فده عندي اول واحد على الشمال. ده عليه كم جهاز؟ عليه جهازين اتنين. عليه جهاز الكندنسر. وعليه جهاز الابابراتور. الحاجات اللي هي واخدة ويك سيليوشن. مرتبطة بالويك سيليوشن. اللي هو قولنا فرنج. من 55 في المية. لواحد وستة. والبومب. ورايح للأبزوربر. نخرج من الابزوربر. على انه. strong solution. ولا ويك سيليوشن. ويك سيليوشن. 8. و7. و7 كمان. رايح للجينريتور. نعمل ما بين. ويك سيليوشن. هو 55 في المية. و strong solution. هو 65 في المية. النقط اللي على ضغوطها عالي. اللي هي. 1. و7. و6. و2. لين دول ضغوط الليلة بالضغوط الهي. طب وضغوط القليلة. اللي هو. الفابريتور. 3. و4. و5. و8. بعد المحبس. بعد. من 7. يعني رايح للأبزوربر. في عندي محبس. فالضغط بل. المحبس. من 8. من 8. من 9. من 9. من 9. من 9. من 9. من 9. The Cycle بيقى كلها مقفولة لانا انا باشي عايز احصل عندي اي Leakage. لان ان حصل لايكحش هناك مشكلة هنجيب الهوى نطلعه ازاي تانية. وفي نفس الوقت بيقى في خطورة على ان لو فيهي القد. او عندي منحة تسلب او عندي سد السكة بانه حصلت حاجة اسمها Crystalization. ده جدول. كتالوج حقيقية بيتكلم عن هذه السايكيل دي. لو انجت دي كنت بالسقليق عليه. ممكن اعمله زوم شوية عشان انت باقيبا. هو هنا محتاج هوت ووتر إنلت أووتلت يعني ممكن أسلم له في الرنج من 105 لـ 5 سعين ما يطبع عندي مضغوضة لو بنتبص على هذا الموضل الذي هو 16 جيل فهذا الكباستي 10 أو 4 كيلو كالوري بر أور يعني محتاج مني كهرباء فرنج كام منه موضلت كثير ولو بصنا على الفلوريت لو نقوم بالشيلد ووتر يعني هو لو أنا شغلت الجهاز دوت أو اشتريته منهم بيقول لي حيوفر لي شيلد ووتر ما ساعة بفلوريت كام لو نخترت هذا الموضل لا أهو 83 متر مكعب في الساعة طيب وده محتاج عشان أمشي في الخط دوت المية محتاج أبلوشة دروب فهيعمل بش دروب بقيمته كام أو يعني نزل ما وفر بامب تزق بالقيمة دا اللي هي 7.4 ميلي ماي طبعا ده رقم صوائي الكنيكشن سايز البروشير اللي عليها ده تفاصيل للبيب لين يعني لكن اللي يهمني قد ايه فلوريت وقد ايه دلتا تي الدلتا تي الديلتا تي موجودة فين أهي نبسنا عليها في النص هيسلمني ماية ساقة عند 7 هتروح لللود تسخن تبقى كام تبقى 12 طيب والكولينج تاور بقى الكولينج اللي هو الكندنسر يعني احتاجه أبرد الكندنسر طب يقولي محتاج توفر لي الكندنسر في لوريت بتاعه كام 126 متر مكعب في الساعة البايب اللي هي ماشي فيها المواسير الكندنسر 6 ميلي H2O والماية التي تبريد دي انليت وقاوت الكندنسر كام اهي فرنج من 32 إلى 40 يعني سلم الكندنسر درجة حوات 32 يطلع الماء درجة حوات كام 40 ناسخ من الكندنسر طيب الهوت ووتر الجهاز دعي فكرة ممكن كمان استفاد بيه انه يعمل تدفئة او ممكن عندي هووت ووتر الدخل الوهي ما بين 505 لغاية 95 بفلوريت كام اهو طيب محتاج البابس اللي عنده باور سبلاي عندي الكنترول يعني وفي عندي الريفريجيشن بامب اللي هي بتمشي بخار المية في او سلي بتمشي المية في السايكل بتاعت مع المعالي المرمى يعني وفي السليوشن بامب كل دول مديني الكهربا بتاعتهم كام كيلوواط او الكهربا بتاعتهم كيلو فولت امبير كام ومديني الديمانشن الجهاز تلاف ستمية يعني بنتكلم في ثلاثة متر وعرضه هنا حوالي واحد ونص متر وارتفاو حوالي اثنين ونص متر وزنه الوحد كام شايف وزنه نت اربعة طن اوزان كبيرة جدا كل ما هتروح لكباستي اعلى او كل ما هتاخد موضلز اعلى شايف الوزن عمال يزيد يعني مكلم في 17 طن ممكن نوصل كمان لنوع تاني اللي هو الابريتنج بقاويت كله على بعض بالاجهزة الملحقت وكده ممكن نوصل لارقام بالمنظر ده فده بعدك من ضن العيوب بتاعته ان الوزن التاعه فميز السايكل دي ممكن استخدمها فين اه هي دي بقى اللي احنا كنا نستفاد بيها في اللي هي السايكل اللي هم سموها district cooling ان انا ابرد مدينة او ابرد مجموعة عمرات مثل compound مثلا او زي ما عندنا في مصر هنا في القاهرة في كايروفيستر شغالة بالمنظر ده بس ما هيش absorption شغالة بمحطة تبريد شغالة بالفايبر combustion cycle بدأت في مصر يخش الabsorption شغال بس لسه ان الطاق بتاعه مش على scale كبير واضح شباب الان انواع مختلفة من refrigerant والمادة التي تعملها absorption يعني مثلا امونيا ممكن معها ميا 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 معها lithium bromide او lithium chloride يعني انواع مختلفة من المحلول سواء كان refrigerant او absorber الكلام موجود منه شبه ويعني حاجة كده في تلاجات الصغيرة اللي يسمونها absorption cycle للتلاجات الصغيرة الملاطق النائية اللي مفيش فيها كهرباء هنعمل فيها تلاجة ازاي ينفع انها استخدم التلاجة من منظر تلاجة تباع للناس اللي هي ما عندهم كهرباء وممكن يستخدم انبوبة يعني يجيب الاثلاث الغاز طلع منه فليم حرارة والحرارة دي هي اللي بتشغل التلاجة لو جاننا مصرنا على شكلها عمل ازاي ادي الجنريتور اه هعمل عملي دايرة بيغلي فيه هنا المحلول الحقيقة انه انه داخل معي في القصة دي فيه هيدروجين اللي بيضبط الضغط عندي هنا مع الهيدروجين اللي هو هيدروجين فأنا عندي أمونيا وقادي الكندنسر يوم يتكسف الأمونيا صورة لكوود بعدين تروح على الخنقة تحقويت لكوود بعد ذلك عدي على ثروتلنج وقادي الافابوريتور أرجع تاني على الابزوربر الهيدروجين لا يوجد علاقة مع القصة دي فيمشي في السكة دي السترونج أكو أمونيا هي تروح تاني للجنريتور أرجع عغليها تطلع هنا مثل سبريشن نفصل الأمونيا عن مين اللي هو الأمونيا يعني NH3 ويبقى الوك solution اللي فيها ميا أمونيا مع الميا لأن الميا مع الأمونيا مش سهل تفصل مع بعض دي اللي أوت بتاع التلاجة يسموها إلكترولوكس تلاجة اسمها إلكترولوكس لو حبنا تفرج عليها ممكن تشوفها على اليوتيوب الانيميشن بتاعتها هي عبارة عن الحياة انه فيها 3 working fluid فيها NH3 وفيها الميا ولكن كمان معها الhydrogen هذا وظفته انه يزبط الضغط بحيث ان كان الضغط ما هو أقل المئك نسيك لأ ضغطها أعلى من الضغط الجو تعتمد على هذا سيكل تعمل بحرارة يجيب حرارة منين يجيب غياظ طبيعي ويعمل فليم ويعمل فليم ده هو اللي بنشغل بالجين راتور فالتلاجات تستخدم في المناطق اللي فيها كهراء اي شكلها عمل ازاي ك سكتش طيب احنا مطلوب من ايه من التصص دي بس ان انا تعرفنا النهار دا على اجهزة او ماشينز مش بتشتغل بال الريفريجريشن فيبر كومبشن سايكل اللي عادية اللي احنا تعودين عليه لشكسر منها نون كومبشن الريفريجريشن ماشينز شفنا فيها الجاس سايكل اللي شغال فيه محركة اللي هي مع الطيرات اللي هو التكهيف بتاع الطيرات شفنا الحاجة اسمها الجيت او الستيم جيت رفريجريشن سايكل اللي ممكن تصدم في المصانع لو انا عندي ويست هيت شفنا التهرموليكتريك كولينج اللي ممكن استفاد بها بتخيل بلك دي هتبرد سكيل صغير وكبستي صغيرة وبالتالي كمان السيوء ببتاحها ضعيف شفنا الفكرة تحت الديستريك كولينج او الديستريك هيت وإزاي استفاد بالوست هيت لو عندي محركات والأهم سيكل موجودة اللي هي الابزوربشن سيكل اللي ممكن استفاد بالوست هيت كمحرك في ان انا شغل بها ابزوربشن سيكل ومن هولد مياه ساعة سواء في الصيف محتاج مياه ساعة وبالتالي يعمل التكييف او في ستا استفاد بالوست اللي خارج من المحرك في ان يولد حرارة وتروح بها مياه سخنة يعني يدفي البيوت وانا احنا في الابزوربشن نشيل كل اللي يتحصل ايه ان نشيل 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 الكمبريسور ده بالمجموعة دي اللي هي الابزوربر وجنيراتور وبامب وبالتالي الورك بقى اقلب كتير والكهراء بقى اقلب كتير وما عندي خطور على الكمبريسور بس بحتاج مادتين اثنين يحصل بهم حاجة اسمها انتزاج اللي هو الليثيوم بروميت مع الميا او لو كنا منتكلم عن ميا مع امونيوم اللي بيسموها اكوى امونيوم اي سؤال يا شباب في الكلام ده اي سؤال يا شباب في الكلام ده اي سؤال اي سؤال اي سؤال اللي بيقوله ده تمام والجزء ده مش يعني مش المتحن فيه مجرد بس انحنا عرفنا ان في الدنيا فيه ايه فيه اجازة بالمنظر الدول اي اسئلة اي اسئلة اي اسئلة يا شباب